روي فيتوريا بيرائب عبدالله السعيد حتى مع تقدم العمر ولكن ربما عبدالله السعيد يكون في القائمة النهائية المنتخب مصر في كأس الأمر الأفريقية اللي جاية فرصه كبيرة جدا في التواجد في القائمة على ضوء ما قدمه عبدالله السعيد طوال الفترات الماضية بص بقى كل ما بتيجي فرصة كلمة عبدالله السعيد بعد أقول الكلمتين دول عبدالله السعيد واحد من أكتر اللاعبين المبهرين بالنسبة لي مش على مستوى اللعب والأداء فقط على مستوى اللعب والأداء هم حافظ جدا على مستوى ملكس جدا أموره البدنية دايما جيدة حتى مع تقدم العمر بس الأهم بالنسبة لي ده اللاعب اللي دايما عبدالله السعيد من فترة كده طول الوقت حوالي دوشة عبدالله السعيد في الأهلي ده هيروح برامدس عبدالله السعيد لأ درايح الزمالك عبدالله السعيد لأ تطلع بره عبدالله السعيد عنده مشكلة مع النادي الأهلي وفيه غرامات عبدالله السعيد جاي له عرض من الزمالك عبدالله السعيد بيرامز مش عايز سيبه ومش عايز يوديه للزمالك لا عبدالله السعيد مضى للزمالك كل الدوشة اللي بتبقى حواليه عبدالله السعيد دي أبدا عمرها معصارة عليه في الملعب أبدا دي نقطة النقطة الأهمة بالنسبة لي ما شفتش عبدالله السعيد في مرة عمل قصف جابها كده حلوة على السوشيل ميديا اللي هو يضرب في حد يمين يضرب في حد شمال إن أنا هطلع أرد على الجماهير إن أنا هطلع بيانات أرد على الناس اللي بتهاجمني إن أنا مش عارف هعمل مشكلة مع بيرامدز وامشي فيش أي أزمة لاعب مصري محترف بالمعنى الحرفي للكلمة يعني كل اللي احنا بنوع ننصح بي كل اللاعبين عبدالله السعيد بيعمله بالحرف الواحد بالحرف الواحد بغض النظر يا إلهي تقول لي إيه دلوقتي يعني هو كريم لما ساب النادي الأهلي والعمل اللي حصل في النادي الأهلي ده بغض النظر بقى رأيك في الموضوع إيه أنا مش بكلمك هو خد قرار اللي نفسه صح ولا غلط يا حكايته هو هو اللي يتحملها أنا بكلمك إنه بعد كل قرار بياخده هو ما بينشغلش بأمور خارجية خارج الملعب ينزل يلعب بيقدي حتى لما انسحب من منتخم مصر وقالك هعتز الدولة انسحب بهدوء بهدوء دون أي أزمات أو أي مشاكل ولما قالها رجع تاني أو عندي ساعة دا رجع تاني تحس إن الباب مفتوح له أنا أتصور إن مدارب زي روي فيتوريا يحب عبدالله السعيد يحب إنه وقاية بتاعت عبدالله السعيد تعملش أزماته في نفس الوقت مؤثر جداً في الملعب وتحتاجه في أوقات صعبة ومهمة يحكي ويحكي تابدون السعيد